شعور جميل جداً يعني أي كاتب يتمنى خصوصاً إن ده أول معرض لي وأنا مشارك بعملين في عمل رواقي هنا مع الدار العربية للعلوم وعمل شعري مع دار الحلم المصري فحقيقة عمل يعني مبسوط خالص كمان مبسوط بأجواء المعرض ككارئ قبل ما يكون ككاتب لأن الموضوع ده إحنا محرومين منه خالص في المينيا يعني إحنا من الصعيد فإن إحنا نشوف الأقبال ده على المعرض وكم الناس اللي جاية تحضر ده بصراحة حاجة مبهجة جداً يعني بكتب شعر الرواية لكن بفضل الرواية لأن الرواية يعني بنعيش معها كتير جداً يعني عشان أطلع بكتاب بالحجم ده حوالي ثلاث سنين شغل على الكتاب يعني بعيش معها بعيش مع شخصياته بعيش مع القضية اللي أنا بنقشها بعرف عنها أكتر طبعاً عشان أكون ملم بالأحداث بتفعل جداً مع الشخصيات ومع وطفهم ومشاعرهم ومع أحداثهم مع صراعهم فبالذلك بالنسبة لي الرواية طبعاً أمتع وأصعب كمان الديوان هي قصائد أنا بسميها توتالي كده فلسفة صبي فلسفة صبي وده يعني عبارة عن يعني القصائد اللي كتبتها تقريباً أغلب حياتي يعني أي حد بيبدأ من هو صغير كده بيبدأ يكتب بعض الخواطر البسيطة بتحاول بعد كده لقصائد لقصائد وأنا اللي كني يعني موهوم باللغة العربية فدايماً بحب أكتب اللغة العربية فصحة إنه أنا صغير فلذلك سميته فلسفة صبي لأن يعني حتى الأراء قال لي إنه هو فيه فلسفة خاصة كده منه أنا صغير شايف العالم إزاي يعني بكتب تقريباً عن كل حاجة وبالمناسبة إلدوان من تقديم أستاذ دكتور أيمن عامر رئيس قسم علم النفس عندنا أداب القاهرة وهو أثنى على الحتة دي يعني إنه هو شايف إنه هي فلسفة حياة يعني مش مجرد فلسفة صبي